مازال يوم السبت هو لقاءنا مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم الزوجين اللي سواء بيبتدوا حياتهم وابتدى حياتهم وعايزين يستمروا في السعادة فعملين لهم دورة تدريبية وبندربهم على إنهم إزاي يحصلوا السعادة ويبقوا فعلا أصحاب سعادة يعني ملكين السعادة وقادرين على إنهم يستمروا في طريق السعادة النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا للأزواج وخاصة المقبلين على الزواج لما نجي نسأل أول حاجة بتقابلنا في الجواز هي إيه؟ مرحلة الخطوبة طب إزاي أعرف إن مرحلة الخطوبة أو إن الخطوبة دي نجحة؟ إزاي أعرف إن الخطوبة دي بتقدي وظيفتها؟ إحنا لازم نعرف إيه وظيفة الخطوبة وظيفة الخطوبة يا سادة لازم نكون عارفينها إن هي أصلا فترة موجودة عشان نتعارف وموجودة كمان فترة الخطوبة دي عشان نقدر نتأكد إن اختيارنا كان اختيار صحيح ومعنى كده إن الخطوبة مش فترة فراغ مش فترة مرح وانتقال لا دي فترة دراسة دي فترة فترة مهمة جدا جدا في حياتنا وعشان كده لازم نبقى دقيقين وإحنا بنتعامل مع فترة الخطوبة أو في بنات كتيرة فترة الخطوبة بالنسبة لهم فترة مليانة ألأ وكذلك في كثير من الخطاب بيبقى فترة الخطوبة بالنسبة لهم مليانة ألأ إحنا إزاي عنا نتأكد إن احنا اخترنا اختيار صحيح خلينا أقولكم إن الخطوبة ممكن تتعكر لو حصل شوية حاجات طب إحنا الدراسة والبحث والنظر والتأمل ده إحنا جايبينه في الخطوبة منين؟ جايبينه من كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي انظر إليها الناس ستطحت فكرة انظر إليها ففهمت إن انظر إليها ده معناه فقط النظر الجسدي والنظر إلى الشكل واللوق لا الحقيقة مش كده بس لكن انظر إليها كان معناها تأمل وابحث ودقق وعشان نقدر نبحث وندقق فيه محاذير لازم ما نعملهاش في فترة الخطوبة أول حاجة أول محذور يجب إن احنا ما نعملهوش في فترة الخطوبة إفشاء أسرار الأهل ما نفشيش أسرار الأهل ليه؟ لأن إفشاء أسرار الأهل ده بيخلي الخاطب وهو جاي وبيستقبل أهل البيت ده يبقى عنده تصور سيء عنهم كمان بيحس إن هو رايح في بيئة مش مناسبة كمان ممكن إفشاء الأسرار دي لشخص بعيد عن الأسرة يكون صورة مش حقيقة عن الأسرة دي يبقى أنا عملت عكس اللي حضرة النبي كان بيقوله لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سليم الصدر وده على فكرة عدم إفشاء أسرار الأهل ده ما ينفعش إن نقول إفشاء أسرار الأهل ده مساعدة على الشفافية لا أسرار الأهل ملهاش دعوة بالشفافية أسرار الأهل ده حق الأهل إن هم يستروها عن الناس ومحدش يعرفه عنهم الحاجة التانية المهمة كمان إن إيه من المحاذير إن إحنا نعملها في الخطوبة إحنا بنقول الكلام ده بتجايبينه منين؟ جايبينه من الخبرات إن اللي بيعمل كده وساعات بيعملها الإنسان بسزاجة بيعتبر إنه هو لما يفشي أسرار الأهل أنا كده بقولك إن إنت مهم عندي لدرجة إن أنا ضحيت بأسرار أهلي من أجلك أعوذ بالله إيه السفه ده؟ بحدش يعمل كده الحاجة اللي كمان اللي بتكمل بقى المحاذير بقى ويتكمل استفى الكلام عن المعاصي والكلام عن الماضي ما يصحش إن حد يتعامل في فترة الخطوبة على إن الزوج دوت ملكه بقى هو بيملك كل حياته حتى حياته الماضية فيكلمه عن المعاصي اللي وقعت منه وعن الزنوب وعن الأخطاء اللي حصلت ده مش من حقه لإنه واجب على كل واحد فينا يسطر نفسه ليه طيب؟ عشان المحذور التالت أو حد يتأوع وحدة تتعامل مع خطبها أو واحد يتعامل مع خطبته على إن هم زوجين ده أصلاً الخطوبة دي عبارة عن وعد بالجواز يعني لا هي لا نص جواز ولا ربع جواز ولا تمن جواز ولا أي حاجة فما ينفعش في الفترة دي يحصل تجاوزات ولا نحصل إن الناس تشوف من بعض ما لا أجوز إن هم يشوفوه بعض المخطوبات تقول أنا عايز والله إن هو يتأكد إن هو أعرف كل حاجة فتضطر تعمل شوية حاجات ما هيش مناسبة خالص وما يصحش وتتكشف العورات وتحصل مخالفات ضخمة لا يا جوز ده ولذلك لازم نعرف إن لابد إن المرأة تكون في حالة ست ولابد إن الرجل يكون في حالة اتزان في فترة الخطوبة